لم تنضي سوى ثلاثة أسابيع على زيارة رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي إلى سنجار بمحافظة نينوى حتى بدأت موجة نزوح عكسية من القضاء إلى كردستان العراق فالوعود التي عادة ما يرتقها الرجل في كل زيارة له لم تبدد المخاوف الحقيقية التي يعيشها السكان في واقع يفرض فيه حزب العمال الكردستاني نفسه مدعوما بالميليشيات وبقوة السلاحة ومع اقتراب موسم الانتخابات تضاعفت مستويات الخطر التي تهدد من تبقى في القضاء الخارج عن سيطرة الدولة فلم يعود التهديد يقتصر على اتخاذ حزب العمال والميليشيات منازل المدنيين مراكز لشن الهجمات العسكرية بل وصل الأمر حد التهديد والابتزاز لأهالي القضاء من أجل التصويت لمرشحين تابعين للميليشيات ولحزب العمال الكردستاني بحسب مسؤولين حكوميين في محافظة نينوى موجة النزوح الجديدة من القضاء تعد مؤشرا جديدا على أن اتفاق سنجار المبرم بين بغداد وأربيل قبل نحو عام لا يزال مجرد حبر على ورق وتشي بمدى فشل الحكومة في بغداد بل تواطؤها مع الميليشيات وحزب العمال الكردستاني في منع النازحين من العودة إلى مناطقهم إذ يرى مراقبون أن تسلل مرشحين تابعين لحزب العمال الكردستاني الذي يلقى دعما من إيران وميليشياتها في الانتخابات المقبلة ليست سوى محاولة لخلق غطاء سياسي لعناصر الحزب في استنساخ جديد لتجربة ميليشيات الحشد وبعيدا عن مسار الانتخابات التي تشهد مقاطعة شعبية غير معهودة تتخذ الميليشيات المتمركزة في سنجار وفق مستشارين في رئاسة كردستان العراق القضاء نقطة أساسية لتنفيذ مشاريع وأجندات إقليمية حيث حولته إلى قاعدة استخباراتية أجندات تدركها أنقرة التي طالما طالبت بطرد عناصر الحزب من العراق بشكل جيد في وقت تستمر فيه حكومة بغداد بتجاهل هذا الخطر بل تؤجج الصراع والتوتر في منطقة تطفو عليها الصراعات